ما إن دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حتى لمس السوريون في معظم المناطق السورية هدوءا نسبيا وذلك بخلاف ما اعتادوا عليه قبل بدء تطبيق الهدنة حيث البراميل المتفجرة والصواريخ وأصوات المعارك المستمرة في مناطقهم أعتقد الهدنة في الغوطة الشرقية وعمون سوريا هي متنفس بعد خمس سنوات من آرة القتل والدمار الذي شنها نظام الأساس وعلى الرغم من ذلك لم يخلو اتفاق الهدنة من خروقات النظام وروسيا وذلك منذ اليوم الأول لانطلاقها حيث تركزت معظم تلك الخروقات في أرياف حلبة ودمشق وإدلبة وحمص وتسببت بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان الهيئة العليا للمفاوضات في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون حذرت من انهيار العملية السياسية في سوريا بسبب خروقات الهدنة ووثقت خلال اليومين الأول والثاني ستة وثلاثين خرقا لطائرات نظامي وروسيا روسيا بدورها قالت إنها أحصت تسعة خروقات للهدنة من قبل المعارضة اثنان منهما على يد تنظيم الدولة وجبة النصرة على الرغم من أن الأخيرين غير معنيين باتفاق الهدنة وسط هذه الخروقات للهدنة كشف الجنرال الأمريكي جيمس ستافريدس القائد السابق لقوات التحالف في حلف الناتو كشف عن تفاصيل الخطة الأمريكية البديلة في سوريا والتي لوحت بها الولايات المتحدة في حال فشلت الهدنة أو مساعي الحل السياسي في سوريا وذلك على لسان وزير الخارجية جون كيري ستافريدس قال إن الخطة قد تتضمن عملا بريا تستثنى منه روسيا إضافة لإقامة منطقة حظر طيران في منطقة آمنة في سوريا يمكن فيها بناء معارضة معتدلة كما رجح مشاركة قوات برية أردنية في الخطة الأمريكية